موسى الخير جانع عزيز أهلا وسهلا فيك موسى الخير حسين أيوب أهلا وسهلا فيكن موسى النور من أحد لأحد تتراكم التعقيدات والعنوين والملفات الخلافية والسجالية وإلى ما هنالك عنا اليوم رئاسيات بدءا من تصريح أو كلام الرئيس بري والقراءات المتعددة الوجوه لهذا الكلام ثم الحركة الداخلية الحركة الخارجية وعلى المقلب الآخر الوضع الاقتصادي والمالي المتردي بداية استاذ حسين أيوب كلام الرئيس بري هل نقل الاستحقاق الرئاسي إلى مرحلة كليا جديدة حتما الموقف اللي أعلن الرئيس بري حرك المياه الراكد رئاسيا خصوصا من بعد ما تعلقت الجلسات النيابية بعد الجلسة الـ 11 وإذا يعني من دقء بالكلام اللي استعملوا الرئيس بري يعني استعمل بعض العبارات اللي بتنتمي لمدرسة الـ إذا بنا نسميها الاستعارات والتورية السياسية ويمكن أنتوا جزء مننا لهذا المدرسة بالمقدمات وحتى بمقدمتك أنت يعني وهي مدرسة قديمة بالسياسة مش جديدة بالبلاد يمكن شوي ازدهرت بالحقبة السورية بمعنى أنه كان بيكفي أنك تطلع لعند ضابط سوري تسأله عن شخص يقول لك هيدا ابن المختبر العرفاتي أو الإسرائيلي فتفهم الرسالة اللي جاي خبرك ياها الضابط بطريقة مواربة الشي اللي أعلنوا الرئيس بري بما يخص المرشح السلامية الفرنجية هو الأساس القاعدة الأساس طبعاً رح نحكي عن أجزاء أخرى بالحكي ولسيما ما يتعلق بالمرشح الثاني اللي هو قائد الجيش العماد جوزيف عون أولاً هو عم بيقول الرئيس بري أنه مرحلة الـ 11 جلسة التي كانت تعقد ونضع فيها ورقة بيضاء هذه المرحلة صارت وراء ظهرنا عملياً كانت كل الناس تعرف أنه فيه مرشح للثنائي ولهذا الفريق السياسي اسمه سليمان فرنجية السفرة كانوا يراجعوا يقولوا هذا مرشحنا ولكن لظروف تتعلق بالمرشح نفسه والظروف التي تحيط بالاستحقاق الرئاسي داخلياً وخارجياً كان مؤجل الإعلان عن الترشيح كان يكتفى بالورقة البيضاء نقطة الثانية هي أنه عم بيقول الرئيس بري أنه أنا اعتباراً من جلسة 12 رايح عملياً على انتخاب ستكون جلسة انتخابية وما رح ادعي إلى جلسة إلا إذا شفت أنه فيه معطيات بيخذنا على الانتخاب وعلى الانتخاب كان عم بيقول إما أن ينسح بمرشح لمصلحة آخر أو نكون أمام مرشحين أو أكثر يعني عمل إطار للانتخابات الثلاثة هو عملياً أحرجوا للمرشح ميشيل المعواط بأي معنى أحرجوا للمرشح ميشيل المعواط حكى الحكي اللي حكى وكان ممكن يعني يكون قصده يستدرجه أو حصل هذا الكلام خلينا نقول ما كان بالضرورة مدروس 100% وهو مطاله مباشرة بالاسم كميشيل المعواط كان لازم يكون أزكى أنا برأيي ميشيل المعواط بردة فعله على الأقل يصرف كمرشح لرئاسة جمهورية معنى أنه يتجاهل هذا الحكي طالما هو يحكي عن نموذج ما حكي عن اسم بالضرورة اسمه ميشيل المعواط بس ما خلص يعني معروف يعني معروف مين يعني هي معروف بس عم نحكي أنه أنه ما سمى بالاسم يعني يعني بيحكي عن مختبر الأنبوب الأنبوبة يعني هذا التعبير اللي استعمله وهو قايله أصلا بمجالسه الخاصة وقايله حتى مع وليد جمهورية بمعنى أنه زلم آدمة وما أشبه شي ولكن أنه هو قائد الاختبار وردت فعل يعني النائب وليد جمهورية هي خير دليل على ذلك بمعنى أنه عندما كان مطلوب منه يحط موقف بهيك لحظة اشتباك من رئيس مجلس النواب والمرشح ميشيل المعواط اختار أنه يكون وليد جمهورية مش مع المرشح اللي هو متبني بمجلس النواب راح حطه حط موقف وكان أقرب إلى رئيس مجلس النواب أربعة خمسة النقطة اللي بيّن عمليا وهي دا مش أول مرة أنه المعارضين لصيغة الورقة البيضة بمجلس النواب بيّنوا أنه بعضهم مبتدئين بالسياسي بأي معنى أنه وقت اللي كان عم ينزلوا الشباب على مجلس النواب كانوا عم بيقولوا نحنا ضد الورقة البيضة وهو ما بدوا ينتخب رئي جمهورية وقت لقالوا عنا مرشح وهو فلان فلان وما بننزل على المجلس إلا كذا صاروا يقولوا بنا نقاطع المجلس يعني عم بقولولوا عمليا للفريق اللي بنتمه لقالوا الرئيس بري إنه إذا بتنزلوا بالورقة البيضة بننزل إذا بتنزلوا عندكم مرشح نحنا هم قاطعين المجلس وهي دي أنا برأي هيخفي بالسياسي بس إني قالوا إذا بتنزلوا عندكم مرشح بيجيب خمسة وستين صوت من قاطع بس هل مأمن الخمسة وستين صوت لسليمان فرنجية هيدا بياخدك على تتمة الموضوع حتى نفندهم للنقاط النقطة الإضافية بهذا الموضوع النقطة على الطريق الآن على وصول عمال جوسيف عون بالعبارات اللي استعملها متعذر وربما أكثر يعني كان عم بدي أقول استحالة الموضوع أقلوا بالظروف الحالية وربطوا بموضوع حكومة تصريف الأعمال والحاجة إلى تعديل دستوري حاجة إلى تعديل دستوري عمليا إذا بتراجع أنت تصريح النائب الأمين العام لحزب الله بـ 28 بـ 23 شباط بـ 23 شباط للأخبار كان عم بيقول بالشيخ نعيم آسم لزميلنا وفق أنصو أن المرشح غير المحصوب على أحد هو هروب نحو انتخاب رئيس جمهورية كيفما تتفق يعني عم بقول كمان بجزء منه يلي هو كان ممهد للحكي اللي قاله الرئيس برري بشكل غير مباشر وغير منصق قلق بنحكي عن هذا الموضوع عم بقول أنه ما في محل بده يكون المرشح محصوب على أحد وبتالي إعادة السنساخ تجربة ميشيل سنيماني اللي كمان حكي عنا الرئيس برري لن نعيد تكرار هذه التجربة يلي عمليا صب في خانة قطعة طريق على محاولة انتخاب العماج جزيف قبل ما انتقل لقراءة الاستجام عزيز السؤال هل موقف الرئيس برري منصق مع حزب الله أو مع الأمين العام لحزب الله سيد نصر الله موقف بالمعلومات مش بالتحليل لم يكن هذا الموقف منصقا نهائيا حزب الله شايف الموقف تاني يوم مثله ومثل غيره صار في مشاورات من بعد هذا الموقف بين الثنائي هل غدا يعني يتكأ الأمين العام لحزب الله على إعلان الرئيس برري حتى يحطه موقف في نفس الاتجاه لا أعتقد ذلك هذا بالتحليل مش بالمعلومات السبب أنه بعضهم تاركين الطابي بملعب المرشح سليمان فرنجية عندما يختار سليمان فرنجية التوقيت المناسب وبعتقد هو توقيته ليس محليا توقيته إقليمي بيروح حزب الله على تبني هذا الترشيح وبالتالي هذا الموضوع معجل هل اللي قالوا الرئيس برري ساعد بالتحشيد أو بخدمة معركة سليمان فرنجية أنا هون بقول أنه لا اللي أعلنوا الرئيس برري بشكل غير مباشر نقلنا من مقلب كنا نحنا عمليا المرحلة الأولى قدام مرشحين هن ميشيل معوض والورقة البيضاء طوطت هاي المرحلة بدأنا المرحلة الثانية عنا مرشحين جديين ما في محلة مرشح ثالث اسمهم سليمان فرنجية وجوزيف عون هذه المرحلة يفترض أن تفضي إلى مرحلة ثالثة أو أن تتوج بانتخاب واحد من اثنين رئيسا لجمهورية يلي عمله الرئيس برري نحنا كنا عمليا عم نقول أنه هو بس يصير في عنده خمسة وستين النصاب موجود لأنه الشباب كلهم آيليين بدوا ننزلوا على المجلس هلأ بطل هيك هلأ أنت صار اللي بدك تعمله ما عاش بدك خمسة وستين صعب له المعركة صار بده ينزل على المجلس ثمانة وستين صوت يعني بده نصاب وفي جلسة أولى يقدر يجيب ثمانة وستين وفي الجلسة الثانية بيكون قادر يكمل النصاب ويجيب خمسة وستين نائب هل هذا الشيء متوفر أنا برأيي هلأ صارت مبدأ النزلي حتى لو كان الرئيس برري عم بيناور وعم بياخدهم ويجيبهم هلأ مجرد إذا بقرد على جلسة تعتقد بيصير في نصاب أنا برأيي المرة رح ينقلب المشهد مين رح يعطل ومين رح يحضر بقلب مجلس النوار استاذ جان عزيز قراءتك لما قاله الرئيس برري ولردود الفعل على كلامه وهل عقد أم سهل انتخاب رئيس قبل بك تسمح لي بالبداية بثلاثين ثانية أه وجه تحية للجيش اللبناني على الحدث الكبير اللي صار اليوم على الحدود تحية فخر واعتزاز انه هذه الوحدة القتالية ببنادق تصد العدو الاسرائيلي وتمنعه يتقدم متر واحد هاي دي التحية تستدعي ملاحظتين الملاحظة الأولى هيك عم نشوف كلنا سوا انه وقت اللي بيكون الجيش مستلم الحدود العدو الاسرائيلي ما بيقدر يقطع متر بينما وقت هاي الحدود نفسها بتسلمها للسماصرة بياخرد العدو الف واربعمية وثلاثين كيلوماتر وبيبلش يصدر سرواتنا ونحن بعدنا قاعدين ماطرين الملاحظة التانية هي انه اللي صار اليوم بيفسر الى حد ما الحملة الكبيرة على الجيش وقيادة الجيش اللي عم نشوفها بالفترة الأخيرة فتحية للجيش وتحديدا للعناصر اللي كانوا اليوم عم بيواجهوا العدو أما بالنسبة لكلامة ذا يسبب باعتقد فيه ثلاث قراءات وصارت تقريبا موجودة بس لابد من من التديق فيها اثنين قراءات لهذا الموقف اول قراءة بتقول انه موقف رئيس بريكن رد فعل شوي متسرع وشوي غير موفق على اقفال المجلس النيابي الدامو من قبل الكتل المختلفة وهي مسألة بالنسبة لأله مش بسيطة يعني عطلوا المجلس كهيئة انتخابية لرئيسة الجمهورية ثم عطلوا المجلس كهيئة تشريعية هل عطلوا اللي جان فالبعض عم بيفكر انه نبيه بري هون كان عم بيقول انه هاو المسيحيين اللي كنا مفكرين انه معادوا موجودين تحديدا يعني جبران بسيل وخلفه مشنعون وسامير جعجع لا عم بيلعبوا لعبة خطيرة انه كان فيه زعامة سنية بالبلد اسمه سعد الحريري بين انه واحد معه واحد مش معه انتهوا بانه قضيوا عليه كان فيه زعامة درزية اسمه وليد جبلاط انتهوا كمان بانه واحد معه واحد مش معه الى ان فقد وزنه هلأ عم بيستهدفوا كمان الموقع الشيعي الاول فهذا امر لا يمكن السكوت عنه وكانت ردة الفعل هذه اللي بيوفق هذه القراءة تعتبر ردة الفعل هذه غير موفقة في قراءة تانية بتقول انه لا نبيه بري عم بيقول نحن من يفرض رئيسا للجمهورية شئتم ام أبيتم احببتم ام كرهتم عندنا مرشح اسمه سيمان فرنجية ونحن سنفرضه رئيسا للجمهورية ايا كان موقفكم القراءة نعم قراءة تالتي قراءة تالتي بتقول انه لا نبيه بري عم بيحاول كان يقول انه طيب وقفي المعادلة على انه لدينا مرشح نعجز عن ايصاله ولدى الاخرين مرشح تعجزون عن ايصاله ومن هون ورايح خلينا نجي نقول انه نشطه بالتنين ومنعطل التنين وكلامه عطل اسلامين الفرنجية يلي كان صلو ست شهر عم بيجهد ويسعد يقول انا مرشح تويف ايه انا ماني مرشح تحدي انا ماني مرشح حزب الله مش بس نبيه بري نسف كلها فوتوا بزوري بزغارتها يعني عمل له مشكل مع مشال المعوض بالوقت يلي موازين القوة مثل ما بينت بانتخابات الاخيرة منا كتير مريحة لسلامين الفرنجية فتم شط بالتنين وبهالحالي يقال انه السناء الشيعية عم بيكرر اللعب يلي لعبها حافظ الاسد مع الامريكيين سنة الثمانة وثمانين يلي بتقوم على مبدأين اولا الانهاك نترك الوقت حتى يتعبوا الكل ومن بعد الانهاك وباخر لحظة منقلهم طيب يا عمي تفضلوا هيدا الاسم يلي منمشي فيه اللي هو هلأ اسم تالت او اسم او برجع لا اسم تالت تماما كيف وقته حفظ الاسد كان عم بيقول انا سليمان فرنجية مرشحة وعملوا جلسة اثمانتعش ايب الثمانعة وثمانين ويومتها صار فيه انفجار بالبلد واجا ريتشاد مرفي وراح شايف خدامهم بعد قالوا نام هون بكرة بتشوف الاسد تآخر لحظة انه طيب يا عمي رح نقلكن نحن بمين منقبل منقبل بمخيل الظاهر فالقراءة الثالثة انه السناء الشي عم بيلعب لعبة الانهاك وحرق الاسماء شطب المرشحين الاقوية بانتظار ان يعلن من هو مخيل الظاهر الخاص به اي من القراءات الثلاثة رح تكون هي الصحيحة اكيد رح تبين بلايام بس انت ميال لأي قراءة بعتقد بيان انه عم بيروحوا على القراءة الثالثة هون في معلومات نحكي عمنا باسابيع التالية واضح انه الحزب عم بحاول يوسع مروحة اتصالاته الخارجية بهذا الموضوع وباتجاهات غير مسبوقة بيبقى ملاحظة اخيرة لابد منه بس بالمفهوم القانوني والدستوري لما قال نبيه بري انه هناك صعوبة لانتخاب قائد الجيش نبيه بري بيعرف انه مش هو اللي بيحدد اذا انتخاب قائد جيش هو دستوري او لا مين اللي بيحدد اذا انتخب اذا انتخب جوزيف عون رئيسا للجمهورية بهذا المجلس باكثرية من الخمسة وستين بدورة تاني وصعودا وصولا الى فوق الستة وثمانين بالدورة الاولى ليس نبيه بري من يحدد الدستور واضح استنادا الى قانون انشاء المجلس الدستوري مطلوب من تلت النواب بروحوا خلال 24 ساعة اذا كان عندهم طعن بيطعنوا قدام المجلس الدستوري والمجلس الدستوري هو من يحسم ويبط في دستورية الانتخاب بعد الانتخاب بعد الانتخاب واكثر من هك نبيه بري بيعرف انه بـ 25 ايار 2008 لما وقف حسين الحسين وبطرس حارب ونيلا معود وما بعرف مين بعد اعترضوا على انتخاب ميشيل السنيمان انا زاك بيوقف نبيه بري بعضمة الثان وبيقول سقطت المهل وانا لا اخالف الدستور فمشان هيك هو بيعرف انه مش هو اللي بيبت بدستورية الانتخاب بس كان اطار اخر وقال عنه الرئيس بري اطار له علاقة باتفاق الدوحة او بوضع كان موجود انا عم بحكي دستور بالدستور ليس نبيه بري من يحسم دستورية الانتخاب وانما الطعن بتلت اعضاء المجلس لدى المجلس الدستوري استنادا للمادة عشرين الانون مئتان وخمسين اللي هو بيحدد دستورية الانتخاب احسان ايوب بالنسبة للقراءة التالتة انه وكأنه تخلي عن الاسمين يعني المعروف انه حزب الله مش بسهولة بيتخلى عن خياراته او عن اسماء او عن مرشحينه وهكذا حصل بين 2014 وال2016 اذا تخلى عن سلامان الفرنجية شو بيكسب بالمؤابد الحزب مين الشخص الذي يطمئن له لا ما فيك تبلش بهذا النقاش احنا عم نقول حط حاله على سكة المرحلة التانية المرحلة التانية رح يكون فيها مرشحين بارزين عمليا هو عم بيقول عم بيقول اذا ما كان فيه سلامان فرنجية ما في جوزيف هون وبالتالي لنستنفذ هذه المرحلة ربما يكون واحد من عناصر هي اختصار هاي المرحلة بلما نوصلها بعد فترة عم بيقول لا تعاو نوصلها بكير يعني شو بيقول هي بيستعمل قبل ما نوصلها نصلي عليها فعمليا عم بقول انه خلينا نفوت بهذه المرحلة بسرعة ونستنفذها على الاخر نعطي خيار اسلامان فرنجية مدال كامل داخليا وخارجيا بالمعنى السياسي ونشوف النتيجة اذا وصل لمرحلة خيار اسلامان فرنجية في استحالة للخرق حتما هذا بدون نقلك على المرحلة التالتة حتما بدون نقلك ما رح ينطر الحزب سنتين مثل منطر ما بعتقد ما بعتقد يعني انا مش شايف بالافق مش شايف بالافق القريب في انتخابات رئاسية بالافق القريب بس ما بعتقد انه القصة لا اسلامان فرنجية ولا ثنائي بيقدروا بالمعطيات الحالية بوضع البلد والناس بيقدروا يحملوا طرف انه هلا يعطوا البلد سنة وسنتين وثلاثة لانه ولا نرجع لنذكر بالاشياء هني ما قالوا اسلامان فرنجية او لا احد هني ما قالوا انه قالوا له لسلامان احنا وعدينك وما في انتخابات في محاولة جدية لتمرير هذا الاستحقاق اللي عنوانه اسمه اسلامان فرنجية اذا وصلوا له وبيبذلوا كل جهدون واضح انه في عقبة اساسية بعد ما لاحد هلأ عم نحكي فيها هي العقبة السعودية رح نحكي عن العقبة السعودية بس قبل كمان ما له علاقة بموضوع التعديل الدستوري يعني اعتبر جاء عزيز انه مش يعني مش الرئيس بري هو الذي يحدد جورج الموضوع الدستوري اللي عم بيحكيه بالمعنى الدستوري صحيح مية بالمية انا الموضوع مش دستوري موضوع سياسي ما رح نوصل لهالمرحلة مثل ما صار بقضايا المرفأ وبقضايا كتير صارت بالبلد ومؤخرا حتى بموضوع المذكرة اللي طلعها رئيس الحكومة والآخرية الدستور ما حدا كله نضبينه بالجارور للدستور والآنون ما حدا عم يتطلع فيه هاي سياسي بالدوحة 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 السياسي انه البند الاول انتخاب رئيس الدعوة خلال 24 ساعة الانتخاب المرشح التوافقي العماد ميشيل سليمان رئيسا لجمهورية لو اخد صوت ولا ميت صوت كان هي زاتا النتيجة اجه بالسياسي الموضوع هلأ بالسياسي بكرة بيتفقوا على المرشح انه مرشح واحد يعني عم بيدي على التفاهم ضمنا نعم وانا برأيي هدا هو رح يكون عنوان المرحلة التالتي هل حدا بيملك من الاطراف كليتها مرشح تالت ما بعتقد هلأ فيه مرشح جدي متاح قبل ما انتقل للأبعاد الخارجية جان عزيز بالموضوع المتعلق بالكتل المسيحية يعني بالالفان وخمسة عشر ببكركي وقته صار فيه اجتماع وانقال انه احد الاربعة الكبار انه مين ما كان يكون يصلح لان يكون رئيس الجمهور وكان من بيناتهم سلامان فرنجية طيب هل اليوم ألغية برأيك هذا الاتفاق يعني مين يلي وضع المعايير الجديدة انه لازم ياخد غطاء احدى الكتلتين المسيحيتين الكبيرتين يعني يا التيار الوطني الحرية القوات لا مش مزبوط هيدا الكلام اول شي هاي مقولة الاربعة سقطت وقتها بدليل انه لما سعد الحريري تبنى ترشيح السلامان فرنجية ما قطعت وبالتالي ما قولت انه حيالة واحدة من الاربعة سقطت بالالفان وخمسة عشر وتكرست بالالفان وستعشر بالشئ التاني هل المرشح الرئاسي هو حكما بحاجة لغطاء احدى الكتلتين لا 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 ابدا ابدا مش مزبوط يعني وانا اصلا يعني رأيي الشخصي ارفض هذه التقسيمات المذهبية المرشح الرئاسي بحاجة الى 86 صوت نصاب بكل الدورات وبحاجة الى 65 صوت انطلاعا من الدورة التانية هاو اليوم منهم متأمنين وكل التهويل اللي عم بيناعمل وكل التهبيط الحيطان اللي عم بيناعمل تيحاولوا يقولوا انه لا هاو دي موجودين وهن مش موجودين وهون بس كمان التذكير يعني البعض بعض حتى منهم اصدقائنا اليوم كانوا على شاشتكم بعض بيعتبر انه نبيه بري قادر يعمل شو ما بده بالنظام اللبناني وقادر حيالله وقت انه بشير الارنب وبيصير هيدا الارنب اه شخصية اعتبارية مش مزبوط خلينا نتذكر انه قبل نهاية رأس السنة نبيه بري اخد عطلة على عيدي الميلاد ورأس السنة وقال من كنون التاني رح بتشوفوا صورة مختلفة قطع كنون التاني ما تغير فيه تشوفنيها بادار بعد كنون التاني قال بشباط رح بتشوفوا انه رح يكون في وضع مختلف وما صار شي وهلأ عم بيحاولوا يهبطوا حيطان على الناس انه هلأ طلعوا اعلم هذا الموقف وبالتالي رح تختلف الصورة ما رح يختلف شي مش لانه في تقسيمات مذهبية لا لانه في واقع لبناني انطلاقا من سؤال انا بدي اسأله لكل المعنيين وهني بيعرفوه ومنشان هيك كنت عم تسأل زمين الحسين عن موقف الحزب حزب حتى هزا اللحظة لم يعلن ترشيح اسلامان فرنجية لا لانه بيعرف كتير منيح الحزب اذا بده يجيب اسلامان فرنجية بخمسة وستين صوت يعني ومع انه هايدي بواضح انه في شبه استحالي يعني عم بيجيبه من دون تسوية خارجية يعني عم بيجيبه تيقول انا حاكم البلد من دون لا دعم دولي من دون اتفاق مع الامف من دون اتفاق مع الورد بانك من دون اي اصلاحات ومن دون اي تقليع جدي للوضع الاقتصادي شو بيعمل؟ بيقول انا مسؤول عن الانهيار وانا مسؤول عن اخذكم الى الارتطام الكبير نعم المسألة مش مسألة المواقف الكتل المساحية مسألة مسألة كيف بتخلص البلد احسان ايوب ماذا عن الموقف السعودي بداية هل حصل تواصل سعودي مع الرئيس بري كنت اشرت بالحلقة السابقة انه قد يكون هناك تواصل سعودي مع الرئيس بري هل حصل فعلا وما هو الموقف السعودي اول شغلة في زميلنا الاستاذ نقوله ناصيف فضح لانه انا كنت عم بقول بدل 68 يعني عم بقوله 86 يعني وقت اللي صعب له المهمة لسليمان انه كان عم بيفتش على 65 هلأ صار بدل نصاب الدستوري التلتان 86 مش 68 فانا يمكن عدت مرة او مرتين وقع على الثاني عزرا على هيدا نحل الاستاذ الاولى انتبه له ايه نشكره لا انا ولا الاستاذ ايه هواتو قد يكون في شغلة بديهية ما في لزوم تصلحة واضح مقصود 86 86 هيدا النقطة الاولى النقطة التانية كنا عم نحكي بموضوع التواصل صار بالتواصل اه بين السفير السعودي بعد عودته الى بيروت مع المعاون السياسي للرئيس بالرئيس نائب علي حسن خليل اه ما بعتقد فيه تطور جديد بالموقف السعودي الموقف السعودي بعده على حاله اه لم يبلغ احدا السعودي اللي هلأ يعني انه رسميا انه انا حاط عندي بيتو على سليمان فرنجية بكل اللقاءات اللي صارت بالرياض ان كان الوقت اللي راحوا القوات ولا وقت راح مؤخرا وفد الحزب الاشراكي في موقف السعودي ما عم بيخبوه ولكن ما بدون يعلنوا ولن يعلنوا هيدا الموقف في الموضوع انا بروح معك ابعد منه اه بس التسريبات عم تقول انه الموقف السعودي هل التسريبات انه الموقف السعودي يرفض سليمان فرنجية مخطئ مخطئة هذه التسريبات لم يبلغ ولن يبلغ هو ما بده اسلامية فرنجية ما راح يبلغه لالو وما راح يبلغ حدا بالبلد انه انا ما بدي اقول عن لسانة سعودية لا تريد اسلامية فرنجية سعودي هلأ اذا انت رحت لعنده جور وقلت له انه انت خي انا مفوضك سمي رئيس جمهوري اللي بدك ياه والحكومة والوزراء وقال لي شو جدوى الاعمال هاي الحكومة شو بيقول بيقول لك ما بدي روح عمال اللي بدك ياه كلبناني واجباتك كلبناني وتحمل مسؤولية اذا ما في ذاته على اسم معين وما في قبول باسم معين بده يبني على نتيجة الاستحقاء راح يبني سياسته وتصوراته اللبنانية لاحقا على هذا الاسعق هذا بيطرح سؤال كتير كبير وبأعتقد لازم ينطرح هذا السؤال يلي هو سؤال سؤال ماذا السعودية تريد من لبنان وماذا يريد لبنان من سعودية انا بتصور انه خلينا نقول في مرحلة من التعامل السعودي مع لبنان ده الشانة رفيق الحريري بالالف وتسعمية واثنان واثنين هذه المرحلة انتهت مشكلة انه في حدا بلبنان مقرر ما يصدق انه هاي المرحلة انتهت وهاي المرحلة يعني شفنا الى عدة مراحل خلينا نقول هاي المرحلة بلشت عمليا عمليا بسبعة ايار الفان وثمانه وبلغت ذروتها وفيها محطة مرقت فيها الالفان وعندما تم تكليف الرئيس نجيب مئاتي وخروج سعد الحريري كانت مرحلة تانية وبلغت ذروتها بالالفان وتسعتاش سبعتاش شين وكانت المحطة الاصعب بهذا المسار السعودي اللبناني هي لحظة احتجاز سعد الحريري بيت شنين الثاني الفان وسبعتاش هذا المسار كله يطرح سؤال هل السعودية اللي احنا تعاملنا معها بالمرحلة الماضية مع العهد الجديد اليوم هي ذاتة سعودية ولا هاي السعودية تغيرت يعني ومش هذا سؤال مش بس بينطبئ على لبنان السعودية ماذا تريد من سوريا السعودية ماذا تريد من مصر وزمن الهبات وانه خده وانه انا ما عندي مصالح لا هذا كله كله انتهى يعني هل لبنان يشكل خطر على الامن القوم السعودي يعني اذا اليوم محمد بن سلمان ما تذكر لبنان وما في يعني شو يعني تاني يوم المملكة بتكركب يعني بصير في عنده مشكلة نحنا مكبرين دورنا وحجمنا بالحسابات السعودية السعوديين بعالم تاني والدليل على ذلك كيف تم استدراجهم عنوة الى خماسية باريس وما ادرك ما خماسية باريس لانه صارت عمليا خماسيات اذا اليوم بتراقب السفيرة الفرنسية بتروح تطرع على الثنائي موضوع السؤال عنوانه المقايضة بين السلمان فرنجية كذا الامريكية تطلع بتضامن مع ميشيل معوض بعد المقابلة الرئيس برري تطلع لعند القوات اللبنانية بتضامن المصريين موقفهم متحفز وما عم بيعبروا عن يعني الخماسية كل واحد منها فاتح زوقه طبعا 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 جان عزيز يعني عطفا على موضوع الاجتماع الخماسي الاسمائية اللي تطرح المقايضة متل ما سمعناها بين السلمان فرنجية ونواف سلام هل هي معلومات دقيقة ام هي تحليلات ويمكن تحليلات قد يعني يكون فيها شيء من الخيال وليس من الدقة خليني إلك بالمعلومات المتاح أولا الأمريكيين أكدوا بشكل صريح أنه لا مقايضة بالنسبة لألون وغير معنيين مش أنه هني رافضين مبدأ المقايضة هني غير معنيين روح انتخبوا رئيس الفرنسيين شخصية عربية لتأت مسؤولين فرنسيين على مستوى القمة بالأسبوعين الماضيين نقلوا حرفيا أنه مش صحيح أنه الفرنسيين عم بيشتغلوا كمان على مقايضة رئيس برئيس حكومي الموقف السعودي واضح أنه بعده ثابت على تحفظه بس واضح أنه ثابت والمصريين والقطريين ناطرين جهوز التسوية للتنفيذ فمش أن هيك بالمعلومات ما في شي بالخارج مبين أنه ممكن يحصل نعم أنا بالخارج خليني طالما عم نحكي عن الخارج واضح أنه نحن كلبنانيين رسمين بأزهيننا ثلاث مسارات عم نراهن عليهم مسار أول هو المسار الإيراني السعودي وأنه في جولة سادسة مثل ما أعلن عنا رئيس الحكومة العراقية ببغداد وهيدي الجولة من ضمن أوراق عملها وأجاندتها بيكون في لبنان ورئيس الجمهورية المعلومات الإيرانية والسعودية بتقول أنه هذا الأمر ليس في القريب العاجل خاصة من بعض التعقيدات اللي عم بتبين ببغداد حتى فيما لو حصلت لن يكون لها نتيجة مباشرة على الاستحقاق الرئيسي إذن المسار الأول المسار الإيراني السعودي واضح أنه لا يمكن الرهان عليه هناك مسار تاني هو مسار الملف النووي خاصة من بعض التصعيد اللي صار بالأسبوع الأخير عن اقتراب إيران من صناعة قنبلة نووية وتحريك هذا الملف كذلك الأمر هناك هذا الرهان الدائم أنه لحظة اللي بيرجعوا بيجلسوا على طاولة النووي بيكون رئيس اللبناني جزء من هذا الملف فهذا الرهان كمان موهوم ما فيه شيء بالأجندة المقبلة بالمدى الزمني السريع ومش أكيد كيف بتكون المحصلة لهيك ملف إذا تقدم ومع أنه بطيء نسبة المسار الثالث هو المسار العربي السوري حكينا عنه الجمعة الماضية عم بيتأكد هلأ أكتر وأكتر أنه هذا الانفتاح لبعض العرب على سوريا هو انفتاح جزئي حتى وزير الخارجية المصرية حرس أنه يقول أنه هو بالجانب الإنساني الكلام عن أنه العودة بقمة عودة سوريا إلى الجامعة بقمة أزار بعد ما فيه شيء واضح المهم أنه هذا الانفتاح ما بينعمل بتعداد الأصوات أنه إذا إجا رئيس المجلس النواب الجزائري والصومالي بيوازوا غياب السعودية وقطر والإمارات بشكل جدي وفعلي فمش نهيك كمان هذا المسار واضح أنه ما رح يوصل لمطر المسارات الخارجية لحد هلأ مسدودة المسار الداخلي لا يزال مسدودا لذلك الاستحقاق مستمر بهذا النفق حسين أيوب هل فيه كلمة أخيرة عن موضوع الرئاسي ولا منقلت عن نحكي بالآخر عن الموضوع المالي والاقتصادي لا لا ما فيه شيء بالموضوع الرئاسي بدي ضيفه أبدا يعني لأنه أنا مع اللي عم بيقوله زميلنا بموضوع الرهان على العوامل الخارجية لأنه هذه ملفات مفتوحة وأصلا صرى سنوات مفتوحة وبالتالي رمي البلد بآتون أنه أنت تقول بكرة بيتحرك هذا الملف أو ما بيتحرك هذا الملف ما ما بعتقد بمحله لذلك بدك تشوف قداش فيه إمكانية تعمل قوة دفع دينامية داخلية تقدر تلاقيها دينامية خارجية وإلا بتتصور أنه الفراغ رح يضل مقيم بيناتنا شهور بالوضع المالي والنقدي دولار الجمركي 45 ألف صارفها 70 ألف لوين بيخدنا هالأمر الشيء المؤسف أنه هؤلاء القرارين ما بعرف إذا كانوا قرارين مدروسين أو غير مدروسين لماذا؟ لأنه إذا بترجع للألفان وعشرين حكومة حسان دياب ضلت نقاشات الحكومة حوالي السنة حول موضوع إمكانية زيادة الدولار الجمركي من 1500 إلى 8000 إلى 8000 وضلوا يتبادلوا الموضوع على الكرة مين بيعمل هذا القرار بياخدوا رئيس الحكومة ولا وزير المال ولا بياخدوا مصر في لبنان جينا فجأة عن عمل كمان مقدمات كتير وجرب رئيس الحكومة كمان هذا الموضوع كان فيه شد ورخي بين مصر في لبنان ووزير المالية الحالي إلى أنه آخر شيء هربنا موضوع من الالف وخمسة إلى الخمسة عشر ألف طيب عملية أخدت ثلاث سنين من الالف وخمسة إلى ثمانية بعدين أنه ما زبطت ثمانية عملناها خمسة عشر ألف كيف بليلي ما فيها ضوء أمر في واحد بياخد قرار يزيده من الخمسة عشر ألف إلى الخمسة واربعين هيا واحد اثنين تثبيت سعر من المنصة سعر العنوان قد يكون البعض عم بيقول أنه العنوان أنا بدي بدي فوط مداخيل على الدولة الحقيقة أنا برأيي مش هيك الحقيقة ما إلي علاقة ما حدا يشايف أنه مداخيل الدولة بالأخير اللي صاير فعليا وبتصور أنه هذا الشي طلبه حاكم مصرف لبنان من وزارة المالية والمالية سجابت بسرعة لهذا الموضوع أنه ستحول مصرف لبنان من أنه مصرف بوظيفته حماية النقد الوطني ومنع التقلبات الحادة بالأسواق الهامية إلى مضارب العملة الصعبة عنده استحققات كل شهر بآخر كل شهر عنده 300 موظف بالقطاع العام ها 300 موظف 300 ألف موظف بالقطاع العام هلما نقوله نصيفه لا لا هلما بيطلعنا نقوله ها 300 ألف موظف بالقطاع العام بده آخر شي يعطيهن آخر كل شهر على منصة صيرة في هالمبلغ المرؤوم يعني عم تحكي عن حوالي 30 مليون دولار عنده استحققات تانية إلى علاقة بالتزامات الدولي والدواء والحبوب وواوا والآخر عنده فوق المئة مليون بده يحاول أنه من هون يأمنهم الآخر هذا الشي خطر جدا لأنه عمليا بطل عم يلعب دوره وهذا بيأخذك على محل ماذا إذا هذا المسار كمبان أنا بتقديري إذا هذا المسار كمل من هون إلى 30 تموز هو موعد مغادرة حاكم مصر في لبنان المركزي ما بيستبعد أنه الدولار الجمرقي يرجعوا يضعفوا وما بيستبعد أنه المنصة صيرة فيه تصير كمان دوبل إذا نحن مكملين بهذا المسار ودولار السوداء كمان دوبل بيصير ليش أنت إجا رفيق الحريري بالألفين بالألف وتسعمية وتنين وتسعين إجا رفيق الحريري جابوا لرياض سلامي رياض سلامي كان الدولار بألفين وتمامية ظلاينا أربع سنين نشتغل تنزلنا الدولار بشكل تدريجي ما هو وظيفته يمنع صعود الحاد والنزول الحاد لأنه فيه ناس بيختار في بيتها فيه ناس ممكن تفلس طيب حدا اليوم عم بيرائب هاي العملية كيف عم بتصير ولا ما حدا عم بيرائبها شغلته مش يتحول إلى مضارب في السوق شغلته يحمل ما تبقى من قوة شرائية للليرة ومنع انفلات الأسعار وشغلته مش يصير حارس للدولار قديش بده يفوت عنده دولارات شهريا تاي حافظ يقول أنا وصلت لآخر تموز عندي هالعشرة مليار تفضلوا والسلام عليكم جاء عزيز بالختام الوضع المالي والاقتصادي هل من هلأ لتموز رح نشهد دوبلة لسعر الدولار بسوق السوداء أنا أكيد يعني ماني مش يلحيك بس أول حلقة طلعت معك وقت عملنا حساب شو معنات الخمسة عشر ألف كسعر للولار وقت قلت انه بشباط بس مفروض يكون سبعين لأنه استنادا للحساب وقالها بتفلس المصارف وقت قلتلك كيف انه يومتا شو كان سعر الشايك وكيف كانوا عم بينصرفوا وقلنا انه وقت بيصير الدولار بخمسة عشر مفروض يكون سعر بسبعين هلأ صار الدولار بخمسة واربعين ما بدي عمل الحساب حتى ما نسود الدنيا قبال العالم بس خلني نقول انه بس يبدو انه أكيد إذا بتعمل الحسابات بتجع بتشوف زيت المشكلة جوج هلأ متنقل حسين الدراسات بتقول انه كل إرادات الدولة اللبنانية بيموجب الموازنة كل إراداتها بتكفي رواتب القطاع العام خمسة شهر بس بأحسن الأحوال إذا كانت هذه الجيبية أفضل ممكن توصل لسبعة كل الإرادات اللي بتدخلها باثناشر شهر بأمنه رواتب خمسة شهر من بدون يأمنه الباقي عم بيتولى رياض سلامة هذا الأمر بيه المتاح لقاله خاصة انه ما فيه ولا مسؤول وزير المالية طلع كتاب بعثه لأمين عام رئيس الحكومة شو بيجاوبوا انه لا مانع فيش دولة بالعالم بتشتغل دستوريا وحكوميا على انه لا مانع او في أرار او مفي أرار فهلا شو عم بيعملوا عم بيحاولوا بهذه اللعبة انه يأمنوا عبر طباعة الليرة اللبنانية استكمال دفع الرواتب بس هيدا شو بيعني؟ بيعني انه انت كمواطن رح تدفع هذا السمن ثلاث مرات اول مرة عم تدفعه بالرسوم والضرائب والتفيقاء يلي موجودة بحياتك اليومية اثنين بترجع بتدفع الثمن مرة تانية بانهيار القدرة الشرائية لليرتك نتيجة انهياره قدام الدولار ثلاثة عم تدفعه من اخر ما تبقى من اموال لهم يصاردوش عشرة مليار دولار فزيت عشرة مليار دولار بمصدف لبنان زيت الثمن عم ندفعه ثلاث مرات بالرسوم بنهيار الليرة ومن ودعنا بانتظار شو؟ بانتظار حدا يصير مسؤول بهالبلد شكرا جاء عزيز شكرا حسين ايوب والى اللقاء الاحد المقبل شكرا لك بعد هذا الفاصل الاعلاني استقبل وزير الصناعة جورج بوشيكيان ووزير الزراعة عباس الحاج حسن اشتركوا في القناة